كلمة سلام سواء في العهدين مثل ما ذكرت شلوم في العبر بتاعني الكمال يعني سلام من كل نواحي مثل ما حاضرتك ذكرت مع الله مع النفس مع الآخرين حتى مع الطبيعة مع كل شيء أنا عم بسير بانسجام لأن هذا السلام هو عمل عميق لأن الله مكتوب عنه إله السلام الرب يسوع هو وزير السلام أو رئيس السلام مصدر السلام الروح القدس كمان روح السلام يعني عدة آيات الروح القدس أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام فبالمسيحية مفهوم الفكرة أنه الكمال بتاعني من كل نواحي علاقتك مع الله مع الآخرين بتتكلم عن الإزدهار بتتكلم عن الرخاء بتتكلم عن السعادة بتتكلم عن الراحة بتتكلم عن الطمأنينة بتتكلم عن كل نواحي الحية اللي بتبتدي أولا مباشرة مع الرب لكن من ناحية تانية هذا السلام بيكون كمان حتى مع الطبيعة مع كل الخليقة اللي الله خلقها مش بس البشر حتى الكائنات الحية والطبيعة كلها المفروض أنه أنسجم وأتنغم معها بالسلام لدرجة أنه هاي السلام يصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا يعني لما أنا ذكرت لأن المسيح هو سلامنا بكمل لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلام لأنه في السلام اللي بحثوا عليه لابد أصنع السلام لكن في خلق في عملية تبرير عمل داخلي عميق بالروح القدس فأنا اللي كنت أكره صورة أحب أنا اللي كنت شايف النظرة سلبية كل الناس حلوة كل الناس مخلوقة على صورة الله لكن من أن نحاول نفهم ليه مش عم نشوف يعني الناس اللي بتقتل في اسم الدين وبتنادف السلام وبتحق يعني بحيوا بعض السلام عليكم مثلاً إلى آخره اشتركوا في القناة